السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازايكم يا حبيبي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو بتاعنا حلو جدا زي ما انتو شايفين كده. هنعمل آآ صانية البقلاوة او الجلاش. احنا هنا في مصر بنقو عليها جلاش آآ بالاشطة آآ هنعملها بطريقة سهلة وحلوة جدا. طبعا بالاشطة الكدبة. تمام? آآ خليكي معايا الاخر الفيديو. لو اول مرة بتشوف القناة. آآ اشتركي في القناة. وكمان فعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد. وحطي لايك للفيديو ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هنعملها الشربات. تمام? عندي كبايتين من السكر. عليهم كباية من الميا وعليهم نصف عصرة ليمونة. تمام كده لو عندك ملح لامون ومش عايزة تحطي لامون. حطي على طرف المعلقة كده ربع زغيرة ربع معلقة زغيرة من ملح الليمون. ده بيبقى بديل اللامون عادي خالق. تمام? رفعته على النار وتعالوا بقى نشتغل في الجلاش. عندي ورقة جلاش كده الحقيقة. آآ بسبب تحضرات رمضان مطلعوها بقالي كامي يوم من الفريزر. ويركنتها يعني خلتها يوم برا. وبعد كده يومين في التلاجة. ودلوقتي قلت لازم اعملها بقى. مفيش فايدة. فالشركة دي حلوة جدا اللي انا بستعمل منها الجلاش. يعني بقى له ثلاثة ايام برا الفريزر وصراحة يعني حلوة جدا وزي ما هو. جبت صانية كده وبتديت حطيت الجلاش. آآ آآ حطيت الصانية فوق الجلاش تمام? وقطعته على قد الصانية كده. بشكل دائري لو الصانية بتاعتك مستطيلة قطعيه برضو على قدها عادي خالص. تمام? انا النهاردة هعمله في صانية مدورة فقطعته دائري كده. واللي طالع ده انا مش هرميه انا هحطه برضو في النص. تمام? آآ جبت كده تلات معالق من السمنة البلدي طبعا وهي مجمدة. يعني وهي طالعة من التلاجة بتبقى المعلقة مليانة قوي وهرمية. تمام? آآ اخدت كده معلقتين في اعرص صانية. وبعدين هبتدي بقى رس الجلاش بتاعي. الجلاش بتاعي النهاردة هنعمله بقى اسهل طريقة. آآ من غير ما تحطش آآ لكل ورقة بقى سمنة والشغلانة اللي احنا بنعملها دي. لا هنعمله بطريقة سهلة خالص وهيطلع برضو مورق وجميل. كل اللي انا بعمله ان انا باخد ورقة ورقة برسها آآ فوق التانية كده. حطيت بس سمنة في اعرص صانية بس. وبعد كده ابتديت رس الورق بتاعي. هيخد نص ورقة الجلاش دي. حرصها من تحت. تمام? والنص التاني طبعا هنرصه من فوق. انا اخدت كده كم ورقة. اسمتهم وبعدين دلوقتي آآ بحط بقى اللي احنا كنا اللي كان متقطع ده. تمام? طبعا مش هنرميه. لا بنحطه كده برضو بنرصه. طب ليه? طب ما انا كنت مسلا ممكن اخدت الرؤاء كله على بعضه. انا كده كده قصاه على قد الصانية يعني. وكنت حطيته مرة واحدة. ايه الفكرة? الفكرة ان احنا كده بنتدي له طبقات يعني. بنعمله هوى بين كل ورقة والتانية عشان كده بناخد واحدة واحدة. وبنحطها زي كده بالشكل ده. علشان يبقى يبقى فيه هوى بين كل واحدة والتانية. بين هوى يعني. تمام? يا رب الفكرة تكون وصلت. دلوقتي هنعمل الكريمة. عندي كبايتين من اللبن. عليهم معلقتين كبار من النشا. وديت كده ايه ايه اشطا انا مطلعها من الفريزر. هي متمسكة كده عشان هي لسه متلجة. تمام? ايه لو انت بقى هي عندك مش متلجة هتحطي 3 معلق من الاشطا. خلاص معلقتين كبار هرامية من النشا. لكل كبايت لبن. معلقة كبيرة مليانة هرامية على عينها كده من النشا. وانا هنا حطيت معلقة سكر واحدة كبيرة. انت لو عايزها مسكر شوية حطي معلقتين. خلاص? قلبت كله على البارد وبعدين رفعته على النار. حفظة لقلب فيه لغاية ما يغلي معايا ويتقل. تمام? دي كده الكريمة الكدبة. سهلة جدا زي ما قلتلك لكل كبايت لبن معلقة من النشا مليانة. وكمان معلقة ونص من الكريمة آآ اللي هي بتاعت وش اللبن. الاشطا بتاعت وش اللبن. تمام? خلاص كده. ومعلقة صغيرة من السكر لكل كباية. عايزها معلقة كبيرة حطي. هكتبلك المقدير بالزبط في صندوق الوصف. هنفضل نقلب فيها. مش هنسيبها خالص. مش هنسيب ايدينا خالص لغاية ما آآ تغلي. علشان بس ما تكلكعش او تعمل تكتلات معيكي. حطي لايك للفيديو. لو اول مرة بتشوف القناة اشتركي في القناة علشان يوصل للكل جديد. تمام كده. خلاص كده في الوقت ده كان الشربات خلاص معي وطفيت عليه النار وصيباية برد. طب الشربات بيقعد قد ايه على النار قاعد حوالي تمن دقايق. تمن دقايق على النار لغاية ما غاء ما تقل. وبقى قوامه تقل معي. طبعا انا هنا زودت زرف من الفانيليا على القشطة الكدابة دي. تمام زرف من الفانيليا عشان يعمل لها طعم كده وريحة. وبعد كده انا طبعا ما حطتهش سخنة اول ما نزل من على النار فضيته في طبق وصيبته يهدى شوية. خلاص طبق واسع كده علشان ما ينفعش نجيبه وهو بيغلي. نحطه على الجلاش. لأ لازم نسيبه يهدى شوية. ممكن بقى انت تعمليه من قبل ما ترسي او قطعي ورقة الجلاش. على بل ما يبرد تكون انت رسيتي نصها وبعد كده تحطيه. فالخطوة دي احسن لكي. تمام? انا هنا جالي تليفون وروحت اتكلم وبعدين جيت بقى اكمل. كان هو كمان برد شوية اكتر. تمام? هنبتدي بقى الرس اللي احنا قطعناه. اللي تلع من ورقة الجلاش اللي كان متقطع ده حتت. بنرسه الاول وبعد كده هناخد بقية الطبقات الدائرية ونحطها على وش الصينية بالشكل ده كده. طبعا الفايدة زي ما قلتلك ان احنا بناخد ورقة ورقة علشان بنتجيله كده تهوية. بنهويه علشان يبقى الطبقات مش ماسكة في بعضها. وطبعا لسه في خطوة مهمة جدا. هي اللي هتخليه برضو يعني فيه هوا كده من جوة ومش ماسك في بعضه وكل طبقة مش ماسكة في التانية. دلوقتي هنقطعه هلاقي السكينة زي تخينا قوي كده فهسيبها وهجيب الزغيرة. الزغيرة هتساعدني على التقطيع اسرع وبعدين ما نضغطش قوي علشان الكريمة بتاعتنا ما تطلعش من الجناب. واحنا بنفضي الكريمة على الجلاش طبعا ما نجيبش نحية الجناب. نحاول ايه نسيب فرق كده. يعني نفضيها على كل الصينية معادة الجناب. خلاص? واحنا بنقطع كده بالروحة ولو طلع منك الجلاش بتاع ده كريمة شوية في الجلاش وانتي بتقطعي عادي خالص ما تقلقيش هتبقى معاك زي الفل. اشتغلي بس واسبيها على الله. دي صونية سهلة جدا من اسهل طرق الجلاش اللي ممكن تعمليها بدون تعب وبدون مجهود. السمنة هنا كانت بردت لازم اخدها على النار اخليها تغلي. بس اوعي يكون فيه جنب بيبي صغير او عائل صغير يشدها علشان يعني ربنا يعفينا الحاجات دي بتبقى وحشة لساعتها يعني. تمام? خلتها تغلي جامد جدا على النار وبعد كده جبتها بحطها على الجلاش. دي خطوة مهمة جدا عشان يطلع معنا مورق وحلو. بسي وانا بحطها هو ايه? بيعمل صوت كده. بيعمل صوت تشتاشا كده علشان السمنة سخنة جدا. دي طبعا حاجة حلوة جدا. الخطوة دي مهمة جدا. هم برا في المحلات بيعملوه كده. علشان يطلع معاكي كل ورقة مش مسكة في التانية ويطلع مورق وحلو. وعلشان كمان آآ يشرب السمنة كلها. خلاص بص يبقى ساهل ازاي? مدهناش ورقة ورقة بالسمنة. ولا حطينا ورقة ورقة بين كل ورقة والتانية سمنة. لا احنا حطينا سمنة في القعر وثمنة فوق الوش اللي هي كانت مغلية وخلاص على كده. ودلوقتي انا دخلت الفرن على درجة حرارة آآ مية وتسعين في الرف الوسطاني. ولما اخد لون من تحت انا ورته لكو دلوقتي كانت المروحة شغالة آآ طفت بقى من تحته وبعدين ولعت فوق شوية الشوية. تمام? لو عندك بقى فوق وتحت بيشتغل حطيه في النص وتبعيه برضو آآ وهو في الفرن. خلاص بصي بقى الشربات آآ انا ورته لك دلوقتي بصي كان تقيل ازاي? هو آآ الشربات بتاع الجلاش لازم يبقى تقيل كده. بتاع البسبوسة بيبقى خفيف. انما بتاع الشربات وبتاع الكنافة لازم يبقى تقيل. تمام? فدولت كانوا كبايتين سكر عليهم كباية مية عليهم عصير نص ليمونة. خلاص بنتجيله بقى دلوقتي هو سخن لسه طالع من الفرن والشربات بتاعي بارد جدا. تمام? علشان ما عجنش منك ما ينفعش الاتنين يكونوا سخنين. خلاص? وبعد كده ما ساقيته بالشربات. هغطيه بقى شوية. لغاية ما يبرط خالص. الصينية دي ما ينفعش تتقطع يعني ما ينفعش تقدميها وهي سخنة. هي كده كده احنا مقطعينها. بس ما ينفعش تقدميها وهي سخنة. لازم تغطيها وتسيبيها تبرط خالص. لما تبرط ممكن كمان تدخليها التلاجة على فكرة. بس انا هنا ما دخلتاش التلاجة. هي بردت بس كفاية. تمام? حبتجي بس اسلكه كده بالسكينة. وهنشوفه مع بعض دلوقتي. يبقى مهمة جدا للصينية دي ما ينفعش تطلعيها وهي سخنة. لازم تسيبيها تبرط خالص وبعدين تقدميها. خلاص بسي بقى. ادي القشطة بتاعتنا. بسي آآ متماسكة من جوة. والسوا جميل جدا. عايز اقول لكم الصينية دي جميلة جدا وتعتبر اقتصادية. ما فيهش مكسرات فمش غالية. تمام? آآ بس هي بره بتتبع بسعر عالي جدا. مش عارفة ليه الصراحة. آآ يمكن عشان هما مثلا بيعملوها بسمن بلدي مش عارفة. احنا برضو عاملينها بسمن بلدي ما كلفتناش اي حاجة. يعني ده تلقت معلق سمنة. بسي جميلة. هي بتبقى مقرمشة من برة وطريقة جدا من جوة. آآ بجد جميلة جربيها. جربيها بالطريقة دي. طبعا الصينية دي بتنفع برضو لحلويات رمضان. وحلويات طول السنة. حلوة جدا مشغلة معاكي طول السنة. جميلة جدا. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.